التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم رحبت مصر بقرار جمهورية أرمينيا لاعتراف رسميا بدولة فلسطين باعتبارها خطوة داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ودعت مصر إلى استمرار تلك الجهود المقدرة من كافة أطراف المجتمع الدولي سعيا نحو خلق أفق سياسي يسمح بإعادة إحياء عملية سلام حقيقية كما دعت مصر الأطراف الدولية المؤثرة للاطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني والعمل على وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة تقدم نائب مساعد وزير الخارجي الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية أندرو ميلر باستقالته ليصبح أكبر مسؤول أمريكي يغادر منصبه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي ورغم أن ميلر علق على قرار تركه وظيفته بأنه يعود لقضاء وقت أطول مع عائلته إلا أن تقغيرا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية قال إن قراره يأتي اعتراضا على سماح الولايات المتحدة بقتل عشرات الآلاف على يد إسرائيل في غزة ووصفت الصحيفة استقالة ميلر بأنها انتكاسة للدبلوماسين الأمريكيين الذين يسعون إلى قطيعة أكبر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو واتلافه اليميني المتطرف استشد عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة وتمكنت تواقم الإسعاف من انتشال جثامين خمسة شهداء وعدد من الجرحة بعد استهداف طيران الاحتلال شقتين سكنيتين في منطقة غزة القديمة كما قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بما أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين على الأقل وإصابة سبعة عشر آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى الأهل العربي المعمداني أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استشهاد اثنين وعشرين شخصا وجرحي خمسة وأربعين آخرين جراء سقوط مقذوفات من العيار الثقيل ألحقت أدرارا بمكتبها في غزة والذي يوجد في محيطه مئات المدنيين النازحين واعتبرت اللجنة أن إطلاق النار بشكل خطير بالقرب من منشآت إنسانية معلومة المواقع وتحمل شارة الصليب الأحمر بوضوح يعرض حياة المدنيين وموظفي الصليب الأحمر للخطر أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة في قطاع غزة مسؤولة عن استعادة النظام العام والسلامة في الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إن هناك انعداما تاما للأمن في غزة وأضاف جوتيريش أن معظم الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية داخل غزة تتعرض للنهب وأن إسرائيل منعت الأمم المتحدة من استخدام الشرطة المدنية الفلسطينية لتأمين المساعدات أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة تجارية أبلغت عن وقوع الفجار في محيطها على بعد 126 ميلا بحريا شرق مدينة عدن الساحلية اليمنية وذكرت الهيئة أنه تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وأن السفينة تبحر نحو الميناء التالي هذا وتشن قوات الحوثي هجمات باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على السفن التي ترتبط بإسرائيل منذ نوفمبر الماضي وذلك تضمنا مع قطاع غزة أكد وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أهمية دعم أوكرانيا والعمل على تعزيز الأمن في البحر الأسود جاء ذلك خلال لقائه نظيرته الرومانية لومينيتا أوديباسكو في واشنطن بمناسبة الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ورومانيا حيث أكد الوزيران أهمية دعم أوكرانيا في الحرب والالتزام بالعمل معا كحلفاء في النيتو لتعزيز الأمن ومرونة الطاقة في جميع أنحاء منطقة البحر الأسود انتهى موجزة التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يوم مصر بعد الفاصل